اشتركوا في القناة من اجل تعلم تكتيكات استخدام الدبابة الغربية لصد الهجمات الروسية واستعادة اراضيهم لدينا سلسون يوما للقيام بهذه الدورة وعادة ما تستمر سلاسة اشهر في كندا لذا فهي بالتأكيد مكسفة للغاية ومع ذلك فان الاوكرانيين الموجودين هنا قد اتوا من منصات الدبابات بالفعل دبابة من سلسلة تي لذا لديهم بالفعل معرفة بالمدفعية ثلاثون يوما فترة قصيرة يحرص الاوكرانيون على انتهازها في مدة تدريبية تصل الى 12 ساعة يوميا حيث يتعلمون النظريات والمناورات الاساسية ويتدربون على كيفية تشغيل المحركات وصبول التصرف خلال تمرينات الرماية الحياة وغيرها كييف تعلق امالها على اليوبارد في حسم المعركة لصالحها وتعول بشكل كبير على جنودها ومهاراتهم في استخدام الدبابة التي تزيد وطأة الازمة في ضوء مساع روسية لتعزيز قدراتها الدفاعية متوعدة برد حازم حال دخول اليوبارد أرض المعركة